المترجم للقناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي الكرام من حلقة جديدة من حلقات قصص النساء في القرآن اليوم قصة من القصص حديث عن امرأة أشار إليها القرآن أيضاً إشارة جعلها مثال وعبرة وعظة هي امرأة حمقاء امرأة حمقاء وصفها القرآن لا أريد حقيقة أن أطنب أكثر من هذا الوصف لكن لعلنا نستمع للآيات ونعود بعد ذلك لنرى ما المقصود بهذه المرأة ومن هي يا ترى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَكُونُوا كَالَّسِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْ كَافَا تَسْتَخِذُونَ أَيْنَالَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَا قيل أنها امرأة حمقاء معروفة بمكة وقال السدي كانت تبرم غزلها ثم تنقضه بعد ذلك قيل أن اسمها ريطة بنت عمر بن كعب بن سعد بن تيمن بن مرة سميت جعرانة لحماقتها يقال أن فيها وسوسة قال ابن عاشور كانت معروفة عند المخاطبين أو المخاطبين فعرفوها بوصفها ولم يكن لها نظير في فعلها ذلك ذكر أنها امرأة خرقاء مختلة العقل كان لها جوار اتخذت مغزلا قدر ضراع وصنارة مثل أصبع وفلكة عظيمة على قدر ذلك قال فكانت تغزل هي وجواريها من الصباح حتى إذا كان المساء وأتقنوا الغزل أمرتهم فنقضوا غزلها أليس هذا حمق؟ طوال الصباح إلى المساء يغزلون ويتقن الغزل ثم تأمرهم بعد ذلك بنقض ذلك الغزل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة يقال أو روى ابن مردوي عن ابن عباس أو عن عطاء قال أنها شكت جنونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت أن يدعو الله تعالى لها بالمعافات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت فعافاكي الله وإن شئت صبرتي واحتسبتي ولك الجنة قالت فصبرت وذكر أيضا عطاء أن ابن عباس أراه إياها على كل ذهب قتادة إلى عدم تعيينها وأنها مجرد مثل ضرب للناس وللمؤمنين الرازي يقول أن المراد بالمثل الوصف دون التعيين يعني دون التعيين لأحد معين لأن القصد بالأمثال صرف المكلف عنه إن كان قبيحا أو الدعاء إليه إذا كان حسنا ويتم ذلك بدون تعيين إذن فهؤلاء يرون أنها ليست امرأة معروفة وإنما هو مثل ضربه الله تعالى هكذا ليستفيد منه الناس على كل لا فائدة من ذكر الإسم كما ذكرنا وإن كانت الكتب التفسير تذكر شيئا من هنا وهناك فلا بأس من ذكره على كل لا شك أن عدم التعرض للإسم في هذه السورة لحمق أو في هذه الآية لحمق المرأة وشنيع فعلها فجاءت الآية لتحذر من الفعل وليس من صاحب الخطأ الذي وقع في الفعل وهذا أدب عظيم القرآن يربي المؤمنين والمؤمنات عليه أن نحرص على تصحيح الأخطاء دون النظر للأشخاص الذين وقعوا في هذه الأخطاء أو التشهير بهم أو تعريف الناس بهم وللأسف أننا نجد مع أن القرآن يربي فينا أن نتناول الأفكار دون الأشخاص أنه في حواراتنا سواء في مجالسنا أو عبر الأنترنت أو عبر وسائل الإعلام أو عبر الصحف أو غيرها نجد أننا كثيرا نتعرض للأشخاص ولمسمياتهم ومحاولة تحقيرهم ومحاولة فعلا تنقصهم وتأثير عليهم دون أن نكتفي بقضية الأفكار واطرحات التي طرحت ومناقشة الأفكار ومواجهة الفكر بفكر وهكذا يغرس القرآن في المؤمنين مثل هذه المعاني العظيمة وبكل صراحة من نزل من مطارحة الأفكار إلى مطارحة الأشخاص ومحاولة تنقصهم هذا دليل على أن لا خلاق له ودليل على الإفلاس في الفكر وفي المعلومة وهو خلاق الجهلاء والضعفاء وللأسف وهي حقا صفة حمق ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة هذا مثل ضربه الله تعالى لمن نقض العهد فشبهه بحال هذه المرة نقضت فعلا غزلها من بعد قوة أنكاثة ولذلك نقض الأيمان بعد توكيدها ونقض العهود مع الله أو مع الناس أمر لا يصدر من عاقل خاصة وأنه أعطى هذا العهد أو وقع على هذا العاقد بمحظ إرادته بعقله وهو إنسان عاقل وفاهم فمدام أنه كتب ذلك بمحظ إرادته وأنه وقع وهو عارف بهذا فلماذا إذن ينقض على هذا العهد ولماذا يفسد هذا العهد فإن فعل ذلك لا شك نقص وجهل وتشبه بالسفهاء الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يعقلون فنقض العهود بعد توكيدها كنقض المرأة الحمقاء غزلها ثم نأتي أيضا لموقف آخر كم من موظفة صالحة اليوم مصلية تسابق على الخير وأعمال البر حتى أصبح ربما يشار إليها بالبنان وبالصلاح وبصناع المعروف ثم نراها وللأسف تتهاون بالوفاء بعهدها أو عقدها فتجد أنها تكثر الغياب يتكرر ربما كثرة الاستئذانات الحيل واللف والدوران على عملها وشغلها فعجبا أليس آذى عهد أين الصلاح الذي كان أين صلاحه الذي يشار إليها بالبنان لما تغيرت الحال وهكذا فعل بعض الناس من الموظفين تجد أنه صالح ويشار إليه بالبنان ويذكر بالخير وربما يسابق على فعل المعروف وفعل الخير وصناع المعروف ثم تجده في عمله يتأخر يتهاون يتهرب يحتال يبذل ما يستطيع من أجل أن يحتال على هذا العمل وأن يتهاون فيه ولا شك أن هذا تناقض ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة الأصل بالمسلم أنه إذا أتقن غزله وأتقن فتله بعمل صالح يراقب الله تعالى فيه ويخاف الله تعالى فيه من عمل وإتقان أن لا ينقض هذا الغزل عند التطبيق لأننا وبكل صراحة نريد أن نبين لكل الناس من غير المسلمين أن المسلمين أنهم فعلا قولا وعملا ديانتهم تطبيق عملي في الحياة ليس مجرد شعارات ترفع أو ظاهر فقط يطبيقه الإنسان إنما حقيقة الدين هي بالعمل والتطبيق والإتقان لهذا العمل أو لهذه الوظيفة الوفاء بالعهد والعقد وإتقانه كما ينبغي لكل مسلم لأن هناك يوم الدين يوم يدان الناس بعضهم لبعض هناك يوم عقاب ويوم حساب هناك كتاب لا يغادل صغيرة ولا كبيرة هذا الدين يزن مثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولذلك علينا أن نتمثل هذا الدين فعلا بدقةه وبروعته القصة تؤكد أن إتقان العمل مطلب شرعي ولذلك معنى القوة في قوله من بعد قوة أي إحكام الغزل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يثقنه والمشكلة أن من فتل أمرا وأتقنه وجوده لو نقضه بدون سبب لكانت هذه صورة الحمق التي تتحدث عنها مثل هذا المثل أو مثل هذه القصة ولذلك المرأة لما أتقنت الغزل قامت ونقضته بدون سبب ولو كان الغزل غير متقن ونقضته ربما لا قبل الأمر لكن أن يتقن ثم ينقض فلا شك أن هذا يعني أمر يدعو للحمق وصفة الحمق أيضا في القصة الحث على العمل والكسب والعمل باليد ومشروعية عمل المرأة وكسب يدها ولذلك كما روى البخاري من حديث المقدام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وهكذا نرى كثيرا من النساء يعملن بمغزلهن مهنة الغزل أو مهنة الفتل ويبدعن فيها ويستغنين بها عن حاجه وعن ذل السؤال من الناس لكن كم من امرأة وللأسف بل كم من بيت فيه من المواهب والعقول النسائية المبدعة والأيدي العاملة حرمت نفسها لسوء التدبير وضعف التفكير نجاح برامج مشاريع الأسر المنتجة في جمعيات البر كمثال علامة على صحة الطريق لعلاج مشكلة الفقر وسد حاجة الناس بذلك المنهج النبوي الجميل الرائع لما جاءه الرجل يسأله فأعطاه درهمين وقال درهم كل به الآن عالج مشكلة الفقر عندك الآن ودرهم اشتري به فأسا واحتطب ثم بع أي يستغني عن ذل السؤال على كل الواقع خير شاهد على صور مشابه لحال هذه المرأة الحمقاء في عالم المرأة اليوم أمثلة كثيرة خذوا مثلا صورة تلك المرأة الزوجة المستقرة مع زوجها وأولادها ثم تنقض ذلك إما بكثرة النكد أو كثرة التشكي ثم طلب الطلاق وللأسف بدون سبب ظاهر أو أيضا أن تنقض حياتها الزوجية المستقرة بكثرة الوساوس ومداخل الشيطان سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن أو أن تنقض حياتها الزوجية أيضا بسلوك مسالك معوجة من معاكسات أو للأسف محادثات عبر شات أو هاتف أو عبر علاقات مشبوهة أو محرمة فتهدم بذلك فعلا حياتها المستقرة الزوجية الآمنة كل هذه وغيرها كثير من الصور الحياتية المتكررة التي تنقض فيها الزوجة الحمقاء العهد الشرعي للزواج الشرعي ببعض تصرفات الحمقاء من بعض النساء تهدم كيان الأسرة تزعزع استقرارها دون أي سبب شرعي صدق الله ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة من صور الغزل أيضا والفتل المتقن ثم نقضه فجأة تلك المرأة التي تنال الشهادة الجامعية أو التخصص العلمي نحو أربع سنوات وهي تفتل مغزلها مغزل المذاكرة والمراجعة والحفظ والإتقان جهود سنوية جهود أربع سنوات علمية بدلت فيها الكثير ثم لا نجد أثر ذلك في تصرفاتها ولا في سلوكياتها ولا في حياتها وللأسف ولا أثر ذلك على أولادها وبيتها أو حتى على مستوى تفكيرها ووعيها كم هن المتعلمات الجامعيات التي لعلمهن أثر واضح في حياتهن صدق الله ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة أيضا من صور الغزل والفتل المتقن ثم نقضه فجأة تلك الفتاة الحافظة للقرآن التي أمضت سنوات وهي تحفظ حفظت وراجعت وأتقنت ورددت يسر الله لها حفظ القرآن ثم هي تفتر تكسل ثم تنسى ويذهب ذلك كله صدق الله ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة أخيرا من صور الغزل المتقن والفتل ثم نقضه فجأة حال بعض الفتيات الحمقوات في الارتماع بأحوال العلاقات العاطفية من إعجاب وتعلق وسواء تعلق ببنات مثلهن أو بالإعجاب في الجنس الآخر من الذكور الغرق في بحر الوعود الزائفة والكاذبة الكلمات المعسولة بالزواج حتى وربما وصل البعض عند البعض منهن لحد الخلوة الغير شرعية والخروج ربما معه وربما الموافق على التصوير وغيرها مما هو معروف وللأسف في هذا الباب دون أن تفكر في مآلات الأمور دون أن تفكر في خيانة أهلها دون أن تفكر في عرضها دون أن تفكر في مستقبلها صدق الله ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة على كل المرأة الحمقاء صورها كثيرة تتكر في المجتمع القصد من الإشارة إليها في القرآن التنبه والتحذير فاحذري أيتها المرأة من مثل هذه الصور انتبهي انتبهي ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة إلى أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج أستودعكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر